عندي خبر عاجل بس معلش المقاطعة سيف الجزيري يتقدم الآن بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك بسبب صرف مستحقات اللاعبين المصريين وعدم صرف مستحقات اللاعب الأجانب لأن أنا عندي فعلا خبر هنا أن اللاعب الزمالك يستلمون مستحقات الموسم الماضي فده اللاعب المحليين مصبوط مصبوط لكن اللاعب الأجانب ما خدوش عشان كده سيف الجزيري ده عاجل وحالا سيف الجزيري يتقدم بشكوى والراجل يعني تحمل كتير جدا والله يا كابتن خالي يعني سيف الجزيري يتحمل كتير بقاله سنة ما بيقبطش عشان أقولها مش عايز أقولها من ساعة حلقته بقاله سنة ما بيقبطش طيب لما جانا وحنا بنتكلم على العدالة لما جانا أقبط كل الناس واسيب اللاعب الأجانب ما تقبطش ولا أديهم شكات ولا أديهم جزء من المستحقات ولا أديهم حاجة خالص عشان كده الراجل تقدم وده احنا مش عايزينه يعني الناس بقى العقلاء والناس الكبيرة في نادي الزمالك والناس المرشحة دلوقتي في نادي الزمالك بنرجو احتواء أزمة سيف الجزيري والموضوع يتلم لأن الزمالك داخل على مباراة مهمة فلو سمحتوا تعاملوا مع هذا الخبر بجدية من أجل استقرار نادي الزمالك اللي احنا شايفين الروح جميلة جدا 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 وإن شاء الله خير جاي لنادي الزمالك فضل أنا طبعا معديش معلومة بس وارد يكون ممكن يكون السيولة اللي توفرت يا أستاذ مهيب بالجنيه المصري انت عارف اللعيبة المصرية بتاخد بالجنيه اللعيبة الأجانية بتاخد بالدولار أتكلم مع اللعيب أه طبعا طبعا عندك حاجة بس ممكن يكون دا السبب يعني يكون ما فيش بس دولارات في حالة الحالة طيب يلا كامل تريند نار طيب نبدأ بصورا عن تريند اديتك واحدة تريند ايه اديتك واحدة تريند